موسيقى على ماذا تبني حياتك أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان اليوم ذكرى 11 سبتمبر من 23 سنة حدث طبعا شيء اللي غيرت تقريبا مجرى التاريخ عملية إرهابية اللي كانت في أمريكا في نيويورك وطبعا اللي حدث إنه كان نضرب العمرات العالية وطبعا البنتيجون ويعني وأمور إرهابية أخرى اللي حدث في هذا اليوم غير مجرى التاريخ ألاف من الناس اللي قتلت واللي عاوز أقول إنه كانت الناس بالنسبة لكل الناس يوم عادي يوم طبيعي الناس رايحة على أشغالها وأعمالها واللي مسافر بالطيران ولكن كل شيء تغير بعد هذا الحادث الإرهابي ولكن أحبائي عاوز أقول شيء مهم جدا الشخص المستعد هو مستعد في كل وقت والشخص الغير مستعد ما بتدرك وإنت اللحظة أو الساعة اللي بتيجي فيها النهاية ولهذا السبب هذه الحلقة في غاية الأهمية على ماذا تبني حياتك فعلا اللي حدث في سبتمبر 11 سبتمبر غير التاريخ وكلنا نتذكر هذا اليوم المؤلم ولسيما الناس اللي ماتت واللي راحت ضحايا لا نعرف مصير هؤلاء الناس ولكن أصلي من كل قلبي أنه يكونوا اختبروا يسوع المسيح للحصول على الحياة الأبدية ولكن في هذا اليوم وفي هذا الحدث في شيء اللي غير فيي أنا شخصيا في حياتي أعرف أخت اللي كانت تشتغل في طبعا المركز المالي في تلك العمارة وعندما انهارت تلك العمارة كان الكل بيركد حتى يعني ينجو من الموت وطبعا يمكن كلنا شفنا الصور المؤلمة لهذا اليوم ولكن سألوا هذه الفتاة هذه الأخت كانت مؤمنة سألوها هل كل يعني على كل الأمور على ما يرام وقالت طبعا وكتبت عملة كتاب لا يعني ليس الأمور على ما يرام هذه الأخت كان عندها مركز للدعيات والإعلانات كانت يعني غنية جدا مليونرية كبيرة وبعد هذا الحدث اكتشفت انه حياة الإنسان قصيرة واكتشفت انه قيمة الإنسان أو ممكن أي شيء يحدث فصممت وقررت أن تترك كل الأموال وتترك كل البزنس وخصصت حياتها لخدمة المسيح ولسيما مع الأطفال المشردين وعندها خدمة عظيمة جدا في إحدى الدول الأفريقية هذا اليوم صنع فرق في حياتها والسؤال في هذه الحلقة على ماذا تبني حياتك هل على القوة؟ هل على المال؟ هل على الجاه والاعتبار؟ أو ممكن تبني حياتك على الحكم الإنسانية أو القوة البشرية أو أي أمور أخرى ولكن تذكر أن كل الأمور سوف تنتهي فالسؤال على إيه بتبني حياتك؟ ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا على ماذا تبني حياتك؟ طبعا حدث سبتمبر 11 أو 11 سبتمبر أكيد كان تغيير تاريخيا في كل العالم وفي كل المطارات إلى آخره ولكن لم ينقطع هذا الشيء ما زلنا أحبائي نواجه كل أنواع التحديات كل أنواع الديقات وفعلا كأنه قيمة الإنسان رخصت في أعين الكثيرين ها نحن طبعا نعيش في الشرق الأوسط المليء بالعنف والمليء بالكراهية والعداء والأصعب أحبائي طبعا الحرب الدائرة في غزة الآلاف التي قتلت أنا بتكلم عن الأطفال والنساء والناس المحرومة من لقمة لقمة الخبز وكل الأغلبية الصاحقة هدمت بيوتها وطبعا عشان نكون منصفين وفي نفس الوقت في الحياة تعطلت أنا أجيت بس من فترة قصيرة كانوا بيدربوا السواريخ من منطقة جنوب لبنان على إسرائيل واحدة من الاجتماعات أنا كنت داخل كنيسة واحدة من الإعلانات ممكن تستغرب لها إنه إذا سمعت صوت الزمور خلينا ننزل حتى نختبئ في الملجأ اللي هو تحت الكنيسة وهكذا أحبائي سفك الدماء والعنف في كل مكان سواء في إسرائيل في فلسطين سواء في دولنا العربية والسؤال يعني إذا الإنسان بموت أين مصير الإنسان وعلى ماذا تبني حياتك وإحنا يمكن شاهدنا الآيات اللي كانت في الفاصل ولكن اسمحوا لي أقرأ بعض الآيات من بشارة متة في الإنجيل المقدس وهذه العزة عزة وتعليم يسوع المسيح على الجبل عند بحيرة طبرية وطبعاً رح أبتدي بالقراءة من بشارة متة الإصحاح السابع ورح أبتدي من آية 21 ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب هنا على فكرة يعني واضح تتكلم عن لهوت يسوع المسيح كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم وهنا أيضاً نرى المسيح الحاكم الديان ثم حباء بيختتم هذه العزة العزة المسيح على الجبل قائلاً في آية 24 فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسساً على الصخر وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبهه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت وكان البيت فسقط وكان سقوطه عظيماً يبارك لنا الرب كلماته على ما سمعنا في هذا الوقت حبائي عزة المسيح كالمعلم الجليل على الجبل تعتبر تحفة تحفة تعليمية متكاملة من كل نحية تعتبر خطاب العرش ودستور الملكوت الجديد طبعاً البشير متى يركز في بشارته على المسيح الملك وفي هذه العظة نتعلم عن مبادئ وأخلاقيات الملكوت الجديد وطبعاً باتفاق الجميع من الأعداء والإصدقاء من الفلاسفة أو الحكماء جميعهم أجمعوا إن عزة المسيح على الجبل تعتبر أعظم عزة تحت الشمس عزة متكاملة في مبادئ وأخلاقيات ملكوت جديد فالبشير متى يكشف عن بعد وعمق روحي في العزة على الجبل ليس فقط امتداد وممارسة أخلاقيات الملكوت لكنه يعطينا بعد روحي وتعليم روحي حتى عن ماذا سيحدث في آخر الأيام يتكلم عن البطر والأنهار والرياح يعني بيتكلم عن العواصف ومعروف بالفكر اليهودي أن العواصف هي رمز للدينونة طبعاً اختتم هذا الحديث عن البناءون الحكماء والبناءون الجهلاء طبعاً في نفس الإصحاح وأنه الامتحان الحقيقي لأي بناء في أي شيء إحنا بنبني في هذه الحياة هو عندما تأتي العواصف الهوجاء الرياح العاتية وهون طبعاً بيبين طبعاً معدن الإنسان ودوافع الإنسان وبيظهر حقيقة الإنسان عند الامتحان لهذا ابتدأنا بالقراءة ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات والغريب أحبائي أكثر من 80% من المجتمع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحن نعرف أننا شعب متدين ولكن الأغرب أنه 80% من المتدينين تقول الإحصائية أنه 80% طبعاً يحضر أو يشاهد أفلام إباحية ولا أخلاقية فكيف تستطيع أن تدمج بين الحياة الدينية والحياة الإباحية في نفس الشخص فإذن نحن مجتمع يعني لربما عندنا انفصام الشخصية في هذا الموضوع لا نستطيع أن نميز بين أخلاقيات الملكوت وبين تعليم المسيح بالمقارنة مع ما يقدمه هذا العالم من مبادئ فاسدة ومن شر مستطير اللي بيحاول يضغط علينا كمجتمع شرقي فالامتحان أحباء الحقيقي لأي بناء هو عندما تأتي العواصف الهوجاء لاحظ أن ربط الموضوع اسمع ما يقول يسوع المسيح فكل من يسمع أقوال فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل فهنا لاحظ الكلام هنا يتكلم المسيح كالمسيح كالمسية وهنا يتكلم كالملك يعني أي المخلص والمخلص ويتكلم كالديان يتكلم كالله المتجسد بالسلطان الفائق إخوتي وأخواتي ولاحظ كلمة يسمع يسمع على فكرة هذه الكلمة لها بعد روحي وعمق ومفهوم روحي ولسيما بالنسبة لليهود وتأتي كلمة أو شهرة هذه الكلمة من سفر التثنية صح 6 والآية 4 والآية تقول شماعي إسرائيل أدناي إليهني أدناي إخاذ اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وعندما سئل يسوع المسيح وأيضا شدد على هذه الآية شدد عليها فبالنسبة لليهود كانت تعتبر الشهادة فينبغي أن ينطق بهذه الشهادة يوميا وكل يهودي بيحط على الباب طبعا بحاجة بيسموها المززا وهاي يعني بيحطوا فيها آيات من سفر التثنية اللي بتتكلم وبيذكر كل شخص نفسه بأهمية السمع اسمعي إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فهذه الكلمة تتكرر في حياة اليهود بشكل يومي ويرددها أيضا بشكل مستمر ولكن لاحظ يسوع المسيح أعطى إعلان جديد وتفسير روحي عميق كما قال في العزة في عزة تعالى الجبل عدة مرات ماذا قال يسوع المسيح قال يسوع المسيح قد سمعتم أنه قيل للقدماء وَأَمَّا أَنَا لحظ سلطان الإلهي وَأَمَّا أَنَا فَأَقُول لَكُمْ وَأَمَّا أَنَا يسوع بيتكلم كالله كالحكم كالديان كالملك وَأَمَّا أَنَا فَأَقُول لَكُمْ سُلطان إِلَهِ عَجِيب فائق متفوق بمصداقية وشرعية إلهية ولكن لاحظ مع أنه قال يعني قد سمعتم أنه قيل وَأَمَّا أَنَا فَأَقُول لَكُمْ ولكن هنا يختتم الأقوال فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل فلاحظ هنا كل من يسمع بيتكلم عن السمع ويعمل بها والسمع هنا أحب بإشمعاه في الكلمة أو اللغة العبرية السمع تعني الطاعة والعمل طبعا هنا بيقدم مقارنة بين الرجل العاقل وبين الرجل الجاهل بين الحكمة في القرار وبين الجهل الذي يقود إلى الضمار وطبعا إذا منرجع لسفر التثنية إصحاح 30 النبي موسى طبعا بيتكلم يعني من الوحي المقدس يقول قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك ولكن أيضا في سفر التثنية إصحاح 28 ونعاوز تنتبه لهذه الآيات هنا الله الذي يتكلم بيتكلم عن بركات الطاعة الذي يسمع ويعمل ثم يتكلم عن طبعا لعنات عدم الطاعة والعسيان ضد كلام الله فلاحظ في إصحاح 28 من سفر التثنية الآية الأولى يقول الرب وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرس أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك ثم يتكلم مباركا تكون في المدينة مباركا تكون في الحقل مباركا تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وهكذا مبارك تكون في دخولك ومبارك تكون في خروجك يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك وأنا بنصح أنك اليوم تقرأ هذا الإصحاح بكمل بقول يفتح لك الرب وكنزه الصالح السماء ليعطي مطرا ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لاحظ لتحفظ يعني تسمع لتحفظ وتعمل ولا تزيغ عن جميع الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم يمينا أو شمالا لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها من ناحية أخرى أحباء في آية خمسة عشر مكتوب على النقيد ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصياه وفرائدها التي أنا أوصيك بها اليوم تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك وتدركك ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك مكتوب يرسل الرب عليك اللعن يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التي أنت داخل إليها تكون سماءك التي فوق رأسك نحاسا والأرض التي تحتك حديدا يجعلك الرب منهزما وتكون قلقا يدربك بجنون بحيرة قلب مظلوبا مخصوبا يعني بيتكلم بلا حصر لها من اللعنات إذا لم تسمع إذا لم تحفظ إذا لم تعمل إذا لم تزيغ عن هذه الوصايا فإذا نستطيع أن نستشف أن نتائج السمع إما البركة أو اللعنة إما طريق الحياة أو طريق الموت إما الثبات والصمود أو الانهيار أو الدمار فالسؤال على ماذا تبني حياتك لاحظ من كلام يسوع المسيح منشوف أنه في مقارنة مهمة جدا بين طبعا المقارنة بين السمع وبين الفعل بين الأقوال وبين الأفعال وهنا يشدد طبعا على السمع لأنه هذا معروف في الفكر اليهودي اسمع يا إسرائيل وهنا يقول يسوع ومن يسمع كلامي يعني يقول أشبهه برجل عاقل طبعا في بشارة لوقة بيتكلم عن نفس الحدث ولكن يبتدئ الآيات قائلا كل من يأتي إلي أي أن تأتي إلى المسيح أولا الله يطلب التبعية أن تتبع بدون أي قيد وأي شرط تتبع يسوع المسيح ولاحظ أيضا معي في بشارة متة مكتوب أنه حفرة يعني الأساس حفرة وعمق لأنه أرض فلسطين تشتهر بالصخور فهنا يركز على الطاعة الكاملة أي أن يضع أساسات متينة وهذه الأساسات تكون أو تدوم هذه الأساس وطبعا لاحظ لما منقرأ كلام يسوع يوجد تشابه بين البيتين يعني سواء بالشكل سواء بالبناء سواء بالحجارة ولكن ما هو الفرق أحبائي أن الفرق الأساسي في هذا البناء هو طبعا الأساس على ماذا تؤسس حياتك على ماذا تبني حياتك ومنلاحظ من خلال هذا البناء وهذا الأساس الامتحان والامتحان هو العواصف إلا ما بتنجي العواصف بتثبت للإنسان إذا بيت ثابت مبني على الصخر أو بيت مزعزع مبني على الرمل فالبيت أحبائي يمثل الحياة الدينية فأي نوع حياة والعواصف تمثل الدينونة الإلهية طبعا بحسب الفكر اليهودي فإذن الأساس هو الطاعة لكلمة الله أن يثبت فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فإذن أحباء إذا لاحظنا نشوف يعني أهمية السمع وما هي أهمية السمع طبعا الكلام ليس بديل عن الطاعة رأينا كلام يسوع ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السمع وحقيقة أحبائي نحن أكثر شعب نستخدم اسم الله وأكثر شعب نحلف وأكثر شعب نذكر اسم الله باطلا ويا رب ويا الله يعني والدين وكلمة الله دخلت في كل مجالات وكل مستويات الحياة ولكن بدون أي معنى لا تعني أي شيء مع أنه الكتاب يحذر أن لا نذكر اسم الرب باطلا لأنه الله لا يبرئ يعني كل الناس اللي بتستخدم اسم الرب أو كلام الله باطل بكلامك تتبرر وبكلامك تدام فإذن الكلام ليس بديل عن الطاعة فإذن ينبغي أن نسمع كلام الله ونعمل به في رمية إصحاح عشرة مكتوب كيف يسمعون بلا كارز ثم يقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله يعني الخبر بسماع كلمة أو كلمة الرب يعني في طاعة هذا الإيمان يأتي في حياتنا عن طريق الطاعة عن طريق السمع من كلمة الرب في رسالة يعقوب الإصحاح الأول والآية 22 مكتوب ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو ولكن من اطلع على النموس الكامل نموس الحرية والثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله فإذا واضح يعني يعقوب يتكلم عن السمع كونوا عاملين كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم الشعياء طبعا كان دايما بيصرخ إلى الشعب إلا المعاند اللي مش عاوز يسمع كلمة الرب وخليني أقرأ من الشعياء 48 والآية 18 الشعياء بيدعو شعبه يقول ليتك أصغيت لوصايا يعني ياريتك سمعت فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر حبائي إن كسر الوصية هي طريق للعنة والخسارة فإذا خلينا ننتبه إيش منسمع سامع المشورة حكيم مثل نهر متضفق لا تتوقف أو لا يتوقف عن الجريان فإذا أحبائي السمع يقود إلى الشفاء في أمثال أربعة آية 20 إلى 22 كل من يسمع أقوالي مكتوب بيكمل في آية 22 فهي دواء لكل الجسد بيتكلم طبعا عن كلمة الله عن كلام الله بنقرأ في سفر أعمال الرسل عن المقعد من بطن أمه في أعمال الرسل صح 14 كان في منطق الدربة ولسترا فكان يسمع ما يقوله بولوس وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى فقال له قم على رجلي فقام ووثب لأن السمع كان فيه أكشن فيه إيمان وفيه طاعة فالسؤال اللي عاوز أسأله في هذا الوقت ما هي الأصوات التي تسمعها في أصوات كثيرة وفي ديانات كثيرة وفي بدع كثيرة وأقوال كثيرة ورياح تعليم كثيرة وضللات وكما يقول الرسول بولوس لتمثاوس يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرفات على إيه؟ ما هي الأصوات اللي بتسمعها؟ مكتوب أحبائي لم يقدروا أن يسمعوا لموسى لسبابين أولاً من صغر النفس ثانياً من العبودية القاسية خروج إصحاح ستة والآية تسعة يعني لما الإنسان بيشوف دايماً نفسه جراد أو أقل وإنه ما إلوش قيمة فإذن إحساس الصغر بالنفس لا يستطيع أن يميز صوت الله ولكن عندما يكون الإنسان أيضاً مستعبد ومقيد بأصفاد وأغلال وقيود العبودية مكتوب وبسبب العبودية القاسية ما عادش يميز ما عادش يقدر يكون عنده الحس الروحي لم يقدر أن يسمعوا لسبب العبودية القاسية لما جاءوا إلى يسوع المسيح وقالوا له أمك وإخوتك ينتظرون في الخارج قال لهم من هم أمي وإخوتي ولكن أحباء قال في متى إصحاح 12 اسمع هذا الكلام أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها لما بولوس راح على مقاطعة مكادونيا كان في مستعمر روماني اسمها فليبي وكان في اجتماع للنساء عند النهر مكتوب كانت تسمع امرأة اسمها لديا بائعة ارجوان من ثياطير يعني أجت من آسيا وكان عندها بيزنس في هذه المقاطعات وكانت تصغي إلى مكان يقوله بولوس ولما اعتمدت هي وأهل بيتها يعني لاحظ آمنت واعتمدت وابتدأ الأمر عن طريق السمع فالسؤال ماذا تسمع أو ماذا تشاهد عيونك شو عم بتشوف ألم يقل يسوع المسيح أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولكن إن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون فبيتكلم عن أهمية السمع قال يسوع في يحنى إصحح خمس آية أربع عشرين الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة أهمية السمع فإذن ينبغي أن تأتي إلى يسوع أن تترك الخطية وتتوب وترجع إليه تترك الماضي والالتجاء والرجوع إلى يسوع المسيح بالإيمان ثم تسمع كلامه هذا يتضمن التعلم منه التلمز والاعتراف بسلطانه وأن تختبر طاعته وأن تختبر محبته أيضا ثم أن تعيش حياة الطاعة لازم يكون عندك طاعة عن طريق سماع كلامه والخضوع له والتسليم التام الكامل له زائد الطاعة بدون يعني من غير قيد أو شرط هنا طبعا الثقة بالنعمة الإلهية المخلصة وهذا يقودنا أن تثمر ثمار حقيقية لأن الثمار الكاذب أحباء تنطوي على الكبرياء وعلى الإدعاء وعلى الرياء وعلى الخيلاء وعلى الحياء الكاذب يعني بيتصنع التواضع ولكن السمع دايما فيه شمعاء سمع أطاعة فيه خضوع وإذعان لقوانين الله فعلى ماذا تبني حياتك ما هي أهمية السمع في حياتك اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم اليوم هو يوم خلاص لا تأجل مثل ما ذكرت في البداية سبتمبر 11 مين كان يتوقع إنه طيران تضرب في العمرات العالية في البنتيجون يعني كان يوم عادي بالنسبة للناس ولكن حوالي 3000 نف لم ترجع إلى عائلتها في هذا اليوم فإذن شو عم تسمع في هذه الأيام قبل ما أخد فاصل خليني أخد مكالمة من الأخت نهال أخت نهال أهلا وسهلا أنت معانا على هوا نعمة وسلام يا حضرة الأسيس نزار برحب بحضرتك وبالمشاهدين الغاليين على قلب الرب وبصلي من كل قلبي إنه كلنا بلا استثناء نبني حياتنا على صخر الظهور حجر الزاوية وهو الرب يسوع المسيح لكل المجد وأنا بشكر الله جدا من أجل كل كلمة قلتهنة بس عايزة أعمل استرس على الحتة الخطيرة وهي الإحصائية المعمولة إنه أكثر شعوب متدينة حضرتك قلته الشعوب العربية لكن للأسف أكثر الشعوب اللي بتتفرج على البرنوغرافي أو الأفلام الإباحية هي برضو شعوب الدول العربية وده بيورينا إن التدين الظاهري لا يخلص والاهتمام بكل ما هو خارجي من تقوس وفروض بنقدمها لله لا يعني أبدا أننا مخلصون فهناك فرق شازع بين الشخص المتدين والشخص المؤمن فيارب يا رب الحتة دي تنور قدام كل عيوننا قبل فوايات الأوان لأن الله بينظر للداخل ولذلك قال في كلماته المقدسة يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عينيك طرقي وده اللي هيقودني للسؤال الشائج شوية حضرة الأسيس لأنه بنسمعه كتير من الناس اللي حوالينا وحضرتك ليك مطلق الحرية على إجابته أو تأجيله أحط قدام حضرتك شخصيتين مختلفتين شخص بيدعي إنه مؤمن ومخلص لأنه في يوم من الأيام قبل الرب يسوع المسيح في قلبه لكنه للأسف في بعض الأحيان لا يعمل أعمال طليق بالتوبة وتصرفاته لا تظهر بأنه مخلص والشخص التاني لم يقبل الرب يسوع في حياته لأنه ده ضد عقدته زي إخواتنا المسلمين اللي بيقولوا إنه عيسى لا صلب ولا مات ولا قام ولكن شو بها لهم لكنه في نفس الوقت بيكتهد إنه يعمل أعمال صالحة وميزان الحسنات بتاعته عمالية مالية فإيه رأي حضرتك هل الشخص التاني ده لا يكون في نظر الله مخلصا لأنه لو يقبل عمل يسوع على الصليب بالرغم من كل أعمال والحسنة فأرجو التوضيح من حضرتك والرب يبقى يعني الكتاب المقدس واضح في هذا الأمر وطبعا أنا مش عاوز أخد مكان الله الديان الله يعرف السرائر ويعرف القلوب ويعرف الدوافع ولكن ما أعرفه أنه ما في أي إنسان الإنسان ما في عنده أي عذر ولسيما إذا سامع إذا سمع عن الرب لأنه مطالب أنه يبحث ومطالب أن يعرف فبالنسبة لأحبائنا المسلمين طبعا خلينا أقولها بكل وضوح وبكل محبة في نفس الوقت ولاحظ لما أنا تكلمت من يعني من بشارة متى إصحاح السبعة طبعا في شيء مهم جدا بيتكلم عن الباب الضيق والباب الرحب فإذا بقول الباب واسع أدخل من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحبن الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرونهم الذين يدخلون منه ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدوها فإذا هم بيتكلم عن طريقين بيتكلم عن طريق الحياة بيتكلم عن طريق الموت بيتكلم هون عن بابين ولكن قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به هل في آية أوضح وإعلان أوضح من هذه الآية ثم بالنسبة للباب في يحنى عشر تسعة مكتوب أنا هو الباب إن دخل بأحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعة فبيتكلم عن طريقين بيتكلم عن بابين بيتكلم عن نوعين من الشجر اللي احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم فإذن من ثمارهم تعرفونهم كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار فإذن هون في نوعين من الثمر واضح إما ثمر للحياة الأبدية أو ثمر شر ومن الشجرة تعرف الثمر وبعدين الرب يسوع بيكمل قائل ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات يعني كتير ناس عم بتقول يا رب ويا الله وتستخدم اسم الله ولكن مش كل واحد وهي آية خطيرة جدا لأنه الله يعرف الدوافع ويعرف القلب بعدين بيختتم بين البناءون الحكماء والجهلاء بين الرجل العاقل الذي يبني بيته على الصخر وبين الرجل الجاهل الذي يبني بيته على الرمل والامتحان هو العواصف اللي بنا بيته على الصخر طبعا يعني رح يكون ثابت مش راح يتزعزع في متى 13 مكتوب ولكن طوبة لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فإن الحق أقول لكم إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا وبعدين بيتكلم عن المثل اللي ذكروا مثل الزارع كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه وبعدين بيتكلم عن المزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة يعني جوابا على سؤالك وهم وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر ولكن الشخصية الأخيرة اللي بيسمع الكلمة ويفهم وهو الذي يأتي بثمر طبعا بيصنع مية خمسين تلاتين أو ستين تلاتين إلى آخره نتائج السمع والطاعة فإذن كتير للأسف من المسيحيين بيسمعوا ولكن الشرير بيخطف يمكن عن مجرد مشاعر تحركت في هذا ولكن بدون التربة اللي تحر اللي انحرثت ودخلت فيها البزرة ولكن أنا أصلي من أجل كل شخص متردد أنه فعلا ترجع للرب يسوع المسيح لأنه ما فيش باب ثالث إما يسوع أو خارج يسوع إما الحياة بيسوع أو الموت طبعا والهلاك بدون يسوع المسيح إما الحياة الأبدية أو الهلاك الأبدي ما في طريق ثالث فيش إشي اسمه ديانات سموية فيش إشي اسمه كل الديانات بتأدي إلى الحياة الأبدية الكتاب المقدس واضح جدا الذي يؤمن بالابن له حياة والذي لا يؤمن بالابن اللي هو كلمة الله المتجسد لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله أما بالنسبة لأحبائنا المسلمين اللي بيرفضوا يسوع المسيح أنا بدعوك إنه تصلي قولي يا رب افتح عيني اعلن ذاتك لإليه وأنا متأكد متأكد إذا أنت وصلت إلى عاصفي وطريق مزدود ارفع عليك فقط أصرخ وقل يا يسوع يا يسوع وتأكد إنه رح يجي لحياتك نخد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائنا مشاهدينا السؤال في غاية الأهمية على ماذا تبني حياتك هل تبني حياتك على الصخر أم على الرمل وطبعاً النصيحة اليوم ابني حياتك من الداخل من الداخل ابني حياتك بالعلاقة مع الله ابني حياتك بالمحبة التي تربط كل البناء انكر ذاتك واعلن ليظهر الله في كل أعمالك وطبعاً يعني واحدة من المشاكل اللي بتواجهنا هي الخطيئة الساكنة فيها كما يقول الرسول بولوس في رمية 6 آية 6 مكتوب عالمين أن إنساننا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيئة صلب الخطيئة في غلاطية 2 آية 20 مكتوب مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي صلب الذات في غلاطية 5 آية 14 الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات في عملية صلب للشهوات واللا أخلاقية والإباحية يعني بتعلن موتك مع يسوع المسيح وإلا كيف تستطيع أن تتحرر من هذه القيود القاسية التي تستعبدك ثم في غلاطية إصحاح 6 والآية 14 قال رسول بولوس وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم الصلب المزدوج العالم بالنسبة لخلص مات وأنا بالنسبة للعالم موت لاحظ إذا وصلنا لعملية إنكار وصلب الذات عندها نستطيع أن ننال الحرية حرية في المسيح بقدرة يسوع المسيح هو أن تجد نفسك في الله وليس في العالم يقول مزمور 127 الآية الأولى إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناءون وفي سفر الأمثال إصحاح 24 مكتوب بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت ابني حياتك على الأبدية يقول الكتاب المقدس لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي سفر الجامعة إصحاح 12 فإذن أي بناء غير المسيح يتحول إلى كارثة الإيمان بيسوع يبنى على أساس متين كل من يؤمن به يقول الكتاب لا يخزى أن يكون المسيح رب حقيقي ليس بالكلام يعني لكن حقيقة لكن فعلا عندما تقول يا رب أنت اختبرت ربوبية يسوع المسيح ثم ابني نفسك بثمر الروح القدس اللي بتعبر عن جمال المؤمن وعن رونق المؤمن وأما ثمر الروح فهو محب فرح سلام إلى آخره فإذن خلي ثمر الروح القدس يظهر في حياتك أن تكون غصنا في الكرمة وتثبت في المسيح لتعطي ثمرا لتستمد عصارة الحياة من الكرمة الحقيقية يسوع المسيح لكي تظهر وتثمر في الأغصان يعني الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير الرب يسوع بيتكلم عن موته وعن قيامته أيضا شوف بأرض فلسطين مكتوب شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقر لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لطب التأماء مرات كتير يعني بعد سنة كاملة يحفر في الصخر وصرعان ما يكتشف أنه فيه شقوق يعني كل اللي تبنى وكل اللي تعمل شقوق لا تضبط مياه من ينبوع المياه الحية البئر الذي يحفره العاقل في سنة يمكن أن يهدمه أو يردمه الجاهل في يوم واحد لحظوا أحبائي كل العمرات والأبنية لما ابتدين عن سبتمبر 11 كم من سنين ولكن في عملية واحدة هدم كل شيء فإذن لا تركز على شكل البناء ولكن الأهم أن تهتم بالأساس أحفر عميق أساس عميق حتى يكون مؤسس على الصخر لاحظ في بشارة لوقة يبتدئ المسيح بقوله ولماذا تدعوني يا رب يا رب يعني بشبه متى ولكن هون يعني بيسأل بحيري لماذا تدعوني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقولهم طب شو الفايدة عم تقول يا رب يا رب ما فيش أي ثمر ما فيش أي نتيجة ابني حياتك على تعليم المسيح فكل من يسمع أقواله ابني حياتك على تعليم المسيح البناء على الصخر أعزائي أحبائي المشاهدين ابني حياتك على الصخر اسمع ما يقول الكتاب فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضعه الذي هو يسوع المسيح ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا أو خشبا عشبا قشا فعمل كل واحد سيصير ظاهرا ليه لأن اليوم سيبينه في المثل اللي حكى يسوع يحكي عن العواصف بيّن يعني البناء الحقيقي وهنا يقول لأن اليوم سيبينه لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو إن بقي عمل أحد قد بنا عليه فسيأخذ أجرى ولكن من أحي تاني إن احترق عمل أحد فسيخسر وأما هو فسيخلص ولكن كمام بنار فإذن على ماذا تبني حياتك ابني على أساس مش قش خشب قش وعشب بتيجي النار بتيجي الرياح كل شيء بينتهي الفرق هو الأساس مكتوب حفرة وعمق في لوقا 6 آية 48 الصخر أحبائي هو دليل الثبات والصمود والدوام وكلمة الصخرة تعني الأصل تعني المصدر تعني النبع يعني عالة أن الناس بتحتمي في الصخور من العواصف فإذن يقول الكتاب مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية كل البناء مركبا معا يعني لاحظ المسيح هو الأساس والمسيح هو حجر الزاوية كل المبنى في هيكل الله إحنا هيكل الله بيثبت في يسوع لما بينحط حجر الزاوية كل المبنى بيمسك بيصمد واليوم عندنا إذا بتروح على فلسطين بتروح بتشوف أبنية عمرها مئات السنين من العصر العثماني تلات أربعمائة سنة هاي العقودة الكبيرة اللي كانت تبنى لأن الأساس متين وحجر الزاوية اللي بيمسك كل المبنى طبعا إله أهمية كبرى فالأساس هو الإعلان الإلهي يعني بطرس قال وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت هذا الحجر رصخ كل البناء كمل البناء هيكلا مقدس كل مؤمن يعتبر حجر جديد في هيكل المسيح ثم عزيزي لا تبني على الرمال في يوم الدينونة سينهار كل شيء وكم من الناس اللي انهارت حياتها في ناس بنت حياتها على الغنى وعلى المستقبل وعلى القوة وعلى الإمكانيات في لحظة وحدة في لحظة وحدة انهار كل شيء فالعاقل لا يركز على حاضره بل يستعد للمستقبل ويكون أعظمها استعلان يوم الرب بناء الفحص والتمحيص لما الله فعلا في اليوم المعين المقرر بيوتنا ستختبر يوم الدينونة واحد بيتكلم عنه كتاب الرجل الغني انسان أخصبت كورته ففكر في نفسي قائلا ماذا أعمل أهدم مخازن وأبني أعظم وأقول لنفسي يا نفسي لكي خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة كله يفرح اشترا بابتدى يناجي نفسه ولكن سمع صوت القضاء يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك وهذه التي أعدتها لمن تكون هكذا كل من يكنز لنفسه حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك هذا الغني الغبي فكر في حياة انه رح يعيش للأبد لم يفكر بمستقبله لم يفكر في أبدية كأنه عايش للأبد وجاءت اللحظة وهي اللحظة لا ندركها أحبائي ماذا تفعل الآن لو قلبك وقف ماذا تفعل الآن لو المسيح جاء الآن هل أنت مستعد على ماذا تبني حياتك كتير مننا منغلق منفكر أنه عايشين أنه امتحان الإيمان هو من خلال الأوقات الصعبة يمتحن الإيمان هل هو حقيقي أم لا لأنه في يوم رح تنكشف سرائر الناس ورح يمتحن الدوافع ماذا سيفعل الله في يوم الدينونة مثل ما قلت في طريقين إما طريق المسيح أو طريق الهلاك إما الحياة الأبدية أو الهلاك الأبدية فالامتحان أحبائي ليس مجرد كلام أو اصطلاحات دينية من استخدمها اليوم حتى كمسيحيين يا رب يا رب أو حتى حفظ الآيات ما أكثر الناس اللي اللي حافظ الآيات الاختبار الحقيقي هو أن تختبر الولادة الروحية من فوق وأنه يكون عندك روح الله يقويك ويعرفك من هو الله أن تفعل مشيئته وأن تطيع كلامه الحياة المسيحية مؤسسة على الصخر وهذا عن طريق الولادة الروحية الميلاد الجديد تتوج المسيح ربا وتقبله مخلصا على حياتك عندها تنال التبرير فالله يسطر عيوبك وخطيات وينظر إليك من خلال بر المسيح المكتوب عنه وجعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام الله بربنا يسوع المسيح متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ثم أحبائي أقبل عطية الروح القدس أدرك أنه خطيئي مغفورة صار عندي التصاق بل اتحاد بالمسيح والغاية أحبائي أن نكون مشابهين صورة يسوع المسيح ثم وصائت النعمة أن نقرأ بكلمة الله الكتاب المقدس أن نصلي بشكل يومي أن ندخل إلى محضر الله أن نمارس الأعمال الصالحة أن نشهد عن يسوع المسيح وأن نعيش حياة التوبة والإيمان وأن نحن أولاد الله نعكس عمل يسوع المسيح في حياتنا فالسؤال أحبائي على ماذا تبني حياتك وأختتم بعض الآيات أحبائي من رسالة يهودة هي يعني إصحاح واحد خليني أقرأ من آية آية عشرين وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس على ماذا تبني حياتك خلينا أقول لك بكل صراحة إذا بنيت حياتك على صخر الدهور ربنا يسوع المسيح إليك حياة أبدية إذا رفضت يسوع المسيح سوف تواجهه كديان والهلاك الأبدي اختر الحياة صلاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر